اشتركوا في القناة احزاب اليمين في فيينا ترفض تزيين الشوارع في رمضان تغريم شاب بـ 1900 يورو لانه رفض اوامر الشرطة انقاذ رجل عالق رأسا على عقب من حاوية نفايات مرحبا بكم في نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم دعا وزير الطاقة الاوكراني هيرمان هالوشينكو دول اوروبا لانهاء تعاونها مع روسيا خاصة في مجال الطاقة واكد هالوشينكو انه يمكن لاوروبا بما في ذلك النمسا التخلي عن الغاز الروسي بالكامل بحلول 2027 حيث تخطط اوكراني لزيادة انتاج الطاقة النووية مشيرا الى وجود خطر تسرب اشعاعي من المحطات التي تسيطر عليها روسيا ودعا الوزير دول الاتحاد الاوروبي لتشديد العقوبات على روسيا والاستغناء عن الغاز الروسي خلال السنوات الثلاثة المقبلة اكدت النمسا على دور المغرب المركزي في مكافحة الهجرة غير المشروعة وذلك خلال اجتماع مجموعة العمل المشتركة في سالسبورغ وجدد المغرب والنمسا تعاونهما في هذا المجال حيث اشاد الوفد المغربي بنجاح الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتسهيل اندماج المهاجرين وشدد على اهمية التوازن الامني والتنموي واشاد الطرف النمساوي في دور المغرب في هذا الشأن حيث اتفق الطرفان على خارطة طريق لتنفيذ اجراءات شاملة ومتكاملة اقترح نائب عمدة فيينا فرض غرامة تصل الى الف يورو على الاباء الذين يرفضون التحدث مع المدرسة بعد تعليق حضور ابنائهم المتكرر بسبب العنف ويهدف الاقتراح الى تجديد العقوبات على الاهل الذين لا يتفاعلون مع المدارس بشأن قضايا العنف حيث تحتوي المقترحات على تدابير رادعة لتعزيز التواصل بين المدارس واولياء الامور وذلك كجزء من استراتيجية اوسع لحماية الطلاب من العنف وتعزيز البيئة التعليمية الامنة ومع ذلك رفضت وزارة التعليم العقوبات وطالبت بالتركيز اكثر على تطوير نهج يشجع على التعاون دعا حزب المهاجرين سوز في فيينا الى تركيب زينة رمضان في شوارع الحي العاشر ذي الاغلبية المسلمة ولكن حزبي الشعب والحرية رفضا ذلك جملة وتفصيلا وقال رئيس الحزب هاكان جوردا انه يهدف بذلك للتأكيد على التسامح والتعددية معتبرا ان الزينة علامة على التقدير للمجتمع المسلم وزيادة الوعي بالثقافات والاديان وذلك أسوة بلندن وفرانكفورت وركزت معارضة احزاب اليمين واليمين الوسط على التأكيد على الاندماج ورفض الرموز الدينية من المجتمعات الموازية والاسلام السياسي حسب زعمهم فرضت الشرطة على سائق سكوتر كهربائي في فيينا 1900 يورو غرامة وذلك بعد ارتكابه عدة انتهاكات مرورية وتم ايقاف سائق الدراجة الكهربائية حيث حاولت الشرطة ايقافه كجزء من عملها لكنه فر وتجاهل امر التوقف وبعد مطاردة قصيرة استسلم الشاب البالغ عشرين عاما بعد ان قامت الشرطة باطلاق رصاصة تحذيرية وتمت مخالفته ب 1900 يورو بسبب المخالفات التي ارتكبها خلال الهروب ورفضه بجراء فحص طبي حول طعاط المواد المخدرة علق رجل داخل حاوية بقايا الحيوانات والنفايات بمنطقة في النمسا العليا لمدة ساعتين وذلك بعد ان سقطت قبعته داخلها ولحظ سائق شاحنة ذلك فسارع للمساعدة بعد ان شاهد شخصا داخل الحاوية واقدامه مرفوعة للاعلى فاعتقد انها جثة مرمية وذكر السائق انه عاش تجربة كوميدية ومرعبة في الوقت نفسه وتم انقاذ الرجل بجهود الاخرين وقد رفض استدعاء الطوارئ بسبب الوضع المحرج وطلب من السائق الاتصال بأقاربه ولحسن حظه كانت الحاوية فارغة وقتها كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لمزيد من التفاصيل متابعين حملوا تطبيق انفقرات على هواتفكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر